السلام عليكم دائما معكم إبراهيم تاليواء أخي الصائي إرشاد وتوجه أسري تحية محبة وتقدير اليوم سنتحدث عن موضوع أيضا من مواضيع مهمة ومهمة جدا نتعلق بأسرار الحياة الزوجية أسرار الزوجية هي أقصر الطرق للطلق كيف ذلك؟ أولا لأن الزوجين لهما أسرارهما الداخلية في بيتهما خاصة الأسرار الحاميمية خاصة أسرار الأبناء والأطفال خاصة أسرار البيت خاصة أسرارهما المادية والمعنوية فكلما حافظ الزوجان على هذه الأسرار كلما بنيت علاقتهما الزوجية بناء متين الأسرار الحاميمية غير قبل الإفشاء هناك أسرار ميزانية الأسرة غير قبل الإفشاء هناك الأسرار المتعلقة ببعض الأمور الخاصة مثلا مرض الزوج أو بعض الأحيان العقم رغم أنه ممكن في بعض الأحيان أنه يتعرف ولكن هذا الأمر هذا أنا في نظري ما الأحسن يبقى في سير من أسرار الحياة الزوجية الخصام بين الزوجين واحتمح الأبناء بالمناسبة لا يجب أن نفشي حتى خصوماتنا في بعضها الخصومات التي عندها خصوصيات معينة مجالس الأصدقاء لا بد أن تحترمك كمجالس الأصدقاء يكون فيها الحديث عاما حول أمور عامة لكن أن تفشي فيها أسرارك الزوجية فقد أعطيتهم مدية سكين ليدبحوك بطبيعة الحال أنا أمتلك هذا السر وإذا أردت أن أفضيه فلغايتي ولهدف هذه القاعدة عندي غاية وهدف لأفشي هذا السر ولكن لمخطط فلأفضيه ولكن حين مخطط أتحمل كامل المسؤولية في مآلتي تحدثوا مع أهلي في المشاكل الزوجية ومشاكل مع زوجتي ومشاكل مع زوجي في حدود استقبال الطرف الآخر وفي حدود القدرة على أن يكون طرفا في الحل لا طرفا في المشكلة السر إفشاء السر هو إفشاء السر لأنه هو سر أصلا أما النصيحة فهي عامة ممكن خذ واحد القاعدة قل ما باله قومي كما كان دراسه أصلا قل ما باله قومي وخلي الأمر عام وخذ النصيحة سأكون سعيدا بتعليقاتكم وملاحظاتكم تحت الفيديو وإن شاء الله ستفعلوا شكرا